ساعة الوقت ثمانية صباحا موعد الموجز الإخباري إليكي شكرا حسام التامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لكل من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي تمنا دور مصر الحيوي وجهودها الحتيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسة الدولة خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام على مدى الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لمتدأ أسوان لسلام والتنمية المسادمين كان في مقدمتها ورشة عمل حول التصدي للإرهاب من المنظور الإفريقي ورشة عمل حول النزوح القصري واستدامة السلام في إفريقيا وذلك لبحث سبل تصدي للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المجالات والنظر في التدابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مسؤول ملف الانتخابات مالك عقار على أهم مطلوبات الانتخابات المقبلة بما في ذلك تحديد الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية ووضع قانون الانتخابات وخلال لقائه وفد المفوضية القومية للانتخابات تسلم مالك عقار ملفا متكاملا عن الانتخابات في السودان موضحا أن مطلوبات العملية الانتخابية ستقدمها المفوضية الحالية التي تمتلك أصولا وإمكانيات مقدرة للمفوضية القادمة للانتخابات وأشار مسؤول ملف الانتخابات السودانية إلى أن قانون الانتخابات الحالي وهو القانون لعام 2018 وبالتالي يمكن النظر في تشكيل لجنة الإعداد للقانون الجديد اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكويني وعمداء بلديات طرابلس الكبرى بمقر بلدية طرابلس لمناقشة التطورات السياسية والأمنية وسبل التهدئة في العاصمة أعلنت وزارة الصحة خروج 731 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمامي شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313780 حالة وأعلنت الصحة في بيانها اليومية عن تسجيل 848 حالة إيجابية جديدة و47 حالة وفاة ذكرت مصادر صحفية أن جامعة أكسفورد وشركة أسترازينكا بدأت العمل لإنتاج نسخة من لقاحهم لفيروس كورونا تستهدف المتحور أوميكرون وقالت رئيسة إحدى المجموعات البحثية في أكسفورد ساندي داغلس إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتخذت في حال الحاجة إليه وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينكا وأضافت ساندي أن اللقاحات المعتمدة على الفيروس يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما أدركه البعض في السابق قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال أن فرنسا ستقر قانونا يحول الجواز الصحي اللازم لممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والحانات إلى جواز تطعيم خلال النصف الأول من يناير المقبل وأضاف أتال أن الموجة التي تنتظر فرنسا ستكون عالية مؤكدا أن 20% من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد نجم عن متحور أوميكرون لا سيما في منطقة باريس نهاية مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر